شوفوا وشي حكي بالنس ديره على روحه هاي نعاودوا نطلع لكم البرتاج ديكم هاي أسمعوا وشي يقول حشي قلبي حشي قلبي أنا ما نش خايف نتخل الجزائر في 2019 ولا 2020 ولا 2021 علىها يا أخي بل أنا ملتزم بقوانين وباتفاقية وعقد أمضيته مع السلطات البريطانية مكنش منها صفير قدير كونترا مع أنتها بريطانيا علىها لما طلبت اللجوء لأسباب معينة هاي والآن أنا مستشار نتعى توفيق الدولة مستشار تعى توفيق البرادروات تاعو اللي توفيق يروح كان يروح للدوش لازم يشاورك دير كونترا مع بريطانيا والأرشيف تاع المخابرات كامل عندك دير كونترا مع بريطانيا تسجيلة تاع غرمول كلها عندك دير كونترا مع بريطانيا عاودنا عاودنا هذرنا كما قالها شاعريوات أنا ما نش خايف ما وش خايف الجزائر في 2019 ولا 2020 ولا 2021 منين خايف بل أنا مجتزم بقوانين وباتفاقية وعقد عقد أمضيته مع السلطات البريطانية لما طلبت اللجوء هاي لأسباب معينة وش هي الأسباب والآن أنا تحت طائلة المنع بصفة قانونية تحت طائلة المنع بصفة قانونية فهمنا ترا فيها هذي فعمنا لأنه الآن لو ندخل للجزائر هاي ونقدر ندخل من غدوة نقدر روح ما عنديش مشكل هاي رح نفقد حق اللجوء في بريطانيا آآ داكور صافي انت الوطني تلي راح عندك النفوذ انت البرادروات انت توفيق وانت اللي رك قادر تدي خمسمائة مليار كذا من الدولة وانت اللي رك تخوف الناس وتهدد فيهم رك خايف لاني حيوك انت على اللجوء علي انت تخاف ابن سديرة لا علي تخاف أخويا تخافش لما عندنا شوية انتبات اننا نبعثوك رح ما عندنا الناس اللي يعرفون والله بيك ويتكفلوا بيك تخافش لا تخاف هاي اترى نعودوا قانوني لانه الان لو ندخل للجزائر ونقدر ندخل من غدوة نقدر الروح ما عنديش مشكل راح نفقد حق اللجوء في بريطانيا وبالتالي راح نفقد ابنائي يعني وليما بني آدم لا لا يا أخي يدي ولدك معك يدي ولدك معك يهد تفقد ولدك هذا والله 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 صرف الانفصال لأنه أنا بصراحة يعني بكل صراحة وليسي قلت لكم شايف أنه مصلحة ابني آدم أنه يكمل دراسته هنا آه ما تقوم ما تقوم أنت أنت البلاد التي رأى متطورة والتي رأى هكذا هكذا يجب أن تقرأ بني آدم نريد أن نبدأ لحياته من جديد في الجزائر ونحن ندخل في مدرسة بن غبريط أو مش عشكون لا صراحة ما هي ابن غبريطة سجلوها ونحن نرجع لها سجلوك ابن غبريط هو هو كوي يسخر يسخر من مدرسة بن غبريط سجلوها سجلوها عندكم لا مستعد نضحي انا وضحيت انا لكن لكن ابني مع أخوتات والابنات منش حاب نضيع عليهم حياتهم ومنش حاب نضيع عليهم كيف يقولك مستقبلهم يكملوا قرايتهم هنا ويكملوا حياتهم هنا إذن أنا لست ممنوع من دخول الجزائر ولا يستطيع أي أحد لا يستطيع أي أحد بما فيهم تبون رئيس الجمهورية أن يمنعني من دخول بلادي بالك تبون تتمنع أنت بنزدير أنت بشي تقول لبلاده بالك تنسعه على عينك الشيء الوحيد الذي يمنعني هو التزام بالاتفاقية والقانون الذي أبرمته مع الحكومة البريطانية هذا هو سمعتم هذا هو الشيء الذي يمنعه تمنع البريطانيا بركة تالية ويدخل كل البلاد